السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم عن أمر مهم يجب على الباحث معرفته لن هو مفترق طلق لدى الباحث يواصل الحفر أم يتوقف وهو موضوع طبقات الدفن بشكل مفصل الطبقات وخلطاتها والتحسين التمويهي الرماد الفحم قطع الفخار الحجر المدور خلطة من مصحوق الفخار وطينة الحكمة الجبس المخلوط بالحص الذي يميل لونه للإحمرار صوان صلب الرمال الحمراء الناعمة الحلزون عظام الحيوانات الجبس الخام المدور أحجار متوسطة الحجم وكبيرة الحجم الطبقة العجيبة وهي خليط من الجبس والحصا والفحم وقشر البيض مقاربة تماما لطينة الحكمة أخي الباحث هذه جل الطبقات التي استعملها الرومان في الدفن للقبور القابر أول الطبقات تكون تربة عادية طبيعية عند النظر عند الحفر تجد هذه التربة مستمرة حوالي سبعونس من مخلوطة بالأحجار المختلفة وهذه المسافة تختلف من مكان لآخر بعد سبعونس من تجد الطبقة التي من الرماد ناعمة جدا وكريهة الريحة مخلوطة بقطع الفخار كانوا يضعونها كتحسين نهائي للقبر من الرطوبة بعدها تجد تربة خشنة بعض الشيء مخلوطة بالأحجار كبيرة الحجم نسبيا وبها قطع فخار تستمر هده الطبقة المترى أو تزيد بعد هذه الطبقة تجد عظام حيوان مخلوط بالتراب وأحجار صغيرة تم صنعها من الفخار وطينة الحكمة يميل لونها للبني بعدها تجد أحجار متناثرة محروقة هذه تدل على أن المكان تم فيه تقوس الدفن بعد هذه الطبقة تجد تربة ناعمة مخلوطة بأحجار مدور عند نضر كل الأحجار ستجد أكثرها كانت من الخارج تم استخدامها هنا بعد هذه الطبقة تجد الجبس الخامة وهنا أقرب للطبيعة وغرضه تمويها الباحث لكي يظن أنها نهاية القبر وهذه الطبقة طبيعية بعد التغلب على هذه الطبقة وحفرها تجد رمال حمراء ناعمة وبعد هذه الرمال تجد بلاطة من الجبس مخلوطة مع الحصى والفحم وهي شديدة الصلابة وهذه الطبقة النهائية التي تحصن القبر وتحتها القبر اخوتي هذا الشرح للقبر الذي له أهمية والأعماق يحددها أهمية الدفين والمكان القبر الشمسي يختلف بعض الشيء أحيانا نجد الحلزون بدل الفخار والفحم جل القبور متواجد بها لا ننسى بعض القبور تجد بها أحجارا كبيرة مرصوفة تضنها طبيعية المغر طبقات تحصين المداخل جلها اعتمدت على طينة الحكمة والصخر المسكوب ورصف الأحجار لجعله أقرب للطبيعة وعند الاقتراب من المدخل تجد طبقات منها الفحم غرف الدفني بعضها لها باب سماوي ولا يوجد به أي طبقات سوى الترصيف البارع للأحجار لجعله أقرب للطبيعة ويكون العمق قريب وبعضها لديها مدخل جانبي وطبقاته مثل طبقات القبر إلا وجود مكونات أخرى مثل الصخر المسكوب والرموز التي على بعض الأحجار المستخرجة ولها أمر عقائدي وعلى حسب تجربة الشخصية سواء للرومان الوثنيين أو اليهود فهي للقبور الترابية دائما مدافنهم تحت الصخور الكبيرة للقبور المهمة أول طبقة صخور وتراب صخور كبيرة وصغيرة مخروطة بتراب وأحيانا رمل أبيض أو مادة بيضاء مع رائحة كريهة ويصادفك أيضا فخار وعظام وأيضا قبور عشوائية لحيوانات ولبشر وهناك آخر طبقة من الفحم قبل بلاطات القبور أو السرادب دائما تجدها لتحمي القبر من المياه أو الرطوبة فعند حفرك لأي هدف قد تكتشفه بدون خبرة ولأول مرة أنه من عمل إنسان أو المكان من عمل الطبيعة وانهى المكان لي بشر أن القدماء قد تواجد في هذا المنطقة حبيد أن أعطيكم هذه المعلومات محدثكم صياد كنوزيا الجزيرة وإلى لقاء قادلت نسوى الدعاء لي ولكم والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو وعمل لايك للفديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته